دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أسواق المال العربية إلى الاهتمام بموضوع الدكاء الاصطناعي ووضع سياسات عربية لتوطينه وللاستفادة من مزاياه جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية الذي تصديفه برصة قطر حيث دعا أبو الغيط إلى إطلاق نقاش عربي يضم المؤسسات المالية والخبراء والشركاء لتحديد الأولويات العربية وهو ما من شأنه أن يساعد في وضع تصور إقليمي يسهم في بناء القدرات وتحديد التشريعات وتنفيذ الاستثمارات تفضي إلى تعظيم استفادة أسواق المال العربية من مزايا الدكاء الاصطناعي وأيضا تلافي مخاطره